بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لتيشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله بحول الله وقوته غد نوضعوا وحد صيغة ربانية لجلب المال بالقوة لجلب المال يكون عندك طيلة العام من شعبان الى شعبان ولكن هاد الوصفة غد ندرها بحول الله وقوته غد ندرها بورقتين من المبلغ المبلغ اللي بغيتي اي مبلغ بغيتي القيمة ولو عشر دراهم ولكن تكون مضاعفة وحد الصدقة وحدة غد تكون معاك ان شاء الله بحول الله تكون معاك في المحفظة اذا غد بحول الله وقوته غد ناخد جوج ورقات انا اخذت جوج ورقات بالنية الديل هذا الشهر الكريم لجلب الخيرات يبقى عندي البال من العام الى العام ولكن تكون نية حسنة فيها لا شركيات ولا حتى حاجة هذه وصفة قديمة كانوا الوالدين وكانوا الناس القدام تديرها بالنية وكانوا تديروا الحاجة ديال الحاجة ديال الصدقة بوحدها والمبلغ اللي بقى عندهم في الخزائن كبركة من هذك اليوم اللي قرأوا فيه وتجمعوا وقرأوا القرآن الكريم مجموعين اما انت او انتي غادي تكوني ان شاء الله بوحدك مصلي مموضي وتكوني على طهارة بالنية الخالصة لله ما فيه الشركيات ما فيهش بدع ما فيه احتحاجة فيها غير كلام الله وقول الله تعالى والنية الصافية ديالك لانك بغيتي تكوني ايجابية عندك نحس في المال عندك نقص في المال عندك طاقة سلبية في المال عندك دائما تحتاج المال وعندك ديون غادي تدريها كبرك وغادي تبرك في هذك اليوم اللي قريتي فيه اذا غادي ناخد في اول في اول اثنين في هذ شهر الشعبان او في الاسبوع الثاني او الاسبوع الثالث او في اخر شعبان هذي غادي تدريها اما نهار تلتاش ولا اربعتاش ولا خمستاش ولا نهار اثنين ان شاء الله بحول الله وقوته يوم الاثنين تبدأ تبدأ فيها اللي بغا يبدأ يوم الاثنين هي غادي تكون مباركة عليه في اي يوم بغيتي ولكن في هذ الاوقات جيدة ولكن ولكن احبابي الصدقة تزكي المال بحالة غادي تزكي على مالك وغادي تخلي يدك جوج قطع في وسط المصحف وغادي تسدي المصحف ولكن اش من صورة غادي تحطي في هذ المال غادي تاخدي الورقة اللولة والتانية لوقت القراءة صورة الواقعة هات قراءة هوت نفتي على هذك المال بالنية جلب الرزق وغادي ان شاء الله تخلي هذ المال وسط صورة الواقعة الوقت اللي تبغي انك دوري صورة الواقعة لصفحة اخرى غادي تحطي المال وسط الوقت القراءة تحولي المبلغ من صفحة الى صفحة لان انتي غادي تقرأي وهذك القراءة غا تكون مباركة على هذك المال للي غادي ياخد هذك الصداقة تكون مباركة عليه وفي نفس الوقت تكون مباركة على المحفظة ديالك وتكون دائما عندك الوفرة دائما هذي طاقة الجد بطاقة ربانية كانوا الناس زمان تحطوا هذ المبالغ اللي تقرأوا عليهم القرآن تحطهم في الخزائن المال بنية بنية الوفرة دائما يكون عندهم الوفرة من شعبان الى شعبان دائما تكون عندهم موحد البركة وتكون عندهم الرزق الوفير الناس اللي عندهم ديون وتحتاروا من يجلبوا البال دائما يخرجوا الصدقة ولو ديرها في اليوم ولكن تأخذ هذا مبالغ يكون وسط المصحف وقت القراءة صورة الواقعة ستحط ستحطهم في وسط المصحف ويبقوا يباتوا هذه الليلة ليلة الاثنين إذن يوم الأحد إذا أريد أن تديرها يوم الاثنين تقرأ إليها يوم الأحد بالليل والاثنين تأخذ هذه الورقة تأخذها وتوضعها في مع قطعة المسك والثانية ستصدقها للمحتاجين أو تعطيها لشخص معين محتاج لها ستعطيها لأن هذه الصداقة بحالة زكيتي بحالة زكيتي على هذا المال من العام إلى العام وفي نوص الوقت هذه القطعة اللي يبقى عندك أو المبلغ اللي يبقى عندك ستحفظ به في المحفظة ديالك ما غادي تشري بها والو ما غادي تعطيها لتحد حتى يدور العام من شعبان إلى شعبان غادي تحاول أنك تصدقها وتعاودي تجدها وتجدي طاقة أخرى أما صورة الواقعة إلى بديتها من شعبان خصك تبقى تقريها كل ليلة مرة واحدة مرة واحدة تقريها بالنية جلب البركة وطرد النحس في المال لأن صورة الواقعة تجلب الرزق وتطرد النحس سبحان الله العظيم إذن هنا ستأخذ وحدة وتخلي وحدة للصداقة إذن تنتمنى أني نكون وصلت لكم هذه الطريقة لها طاقة إيجابية هذه الصغيرة حطيتها العام اللي فات وجابت نتيجة مع الناس بزاف ولكن بغيت نعود نحطها لكم في هات شعبان باش تبركوا من المبالغ ديالكم وتصدقوا وربي غادي يزقي لكم المال معمر المال يخصك حتى نهار لأنك غادي تكون عندك طاقة إيجابية ولكن أختي العزيزة أو أخي العزيز تنتمنى أنكم دوموا على صورة الواقعة صورة الواقعة لها كنز عظيم بالقرآن الكريم لها طاقة نورانية في جلب الخيرات طرد النحس إنسان لما كانش خدام يقراها بزاف وغادي تشوف الرزق والعمل وكل شيء يجيك إذن تنتمنى لكم حضر سعيد وعيش لكم بروكة وتنتمنى لكم الخير والسعادة وكل ما تمنيتوا يا ربي مع ولداتكم مع صحيحتكم وإلى وصفة أخرى خلوا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس